هذا المقطع بالكامل تم عن طريق الذكاء الاصطناعي، لا وجود للشخصية ولا للأصوات، إن أحببتم شرح طريقته شاركونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب الفلاح هو الذي يزرع الأرض ويحصد الخير، وهو أساس الحياة، وهذا يعكس أهمية دور الفلاحين في المجتمع المصري الفلاح هو صانع الغذاء، وبدونه لا يمكن للمجتمع أن يستمر الفلاح هو رجل الأرض، والأرض هي مصدر رزقه الفلاح هو الذي يعطينا الخير، ويجب علينا أن نشكره على ذلك أما بالنسبة لأشهر لأكلات الفلاحية في مصر، فهي الفول والطعمية الفطير المشلتت الكشري الملوخية بالأرانب الفسيخ الحووشي الرقاق باللحم الكبدة الأسكندراني يعتبر الفلاح المصري أحد أهم العناصر في المجتمع المصري، حيث يلعب دورا حيويا في توفير الغذاء للمجتمع والحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية وتعتبر مهنة الفلاح في مصر من أقدم المهن التي عرفها المجتمع المصري، حيث كانت تعتمد على زراعة الأرز والقمح والخضروات والفواكه وقد تطورت مهنة الفلاح في مصر على مر السنين، حيث بدأت تستخدم التكنولوجيا والآلات الزراعية لزيادة انتاجية المزارع، كما بدأت تستخدم طرق زراعية حديثة للحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية وبالإضافة إلى دوره في توفير الغذاء للمجتمع، يلعب الفلاح المصري دورا هاما في تطوير الاقتصاد المصري، حيث تشكل زراعة الأرز والقطن والسكر والخضروات والفواكه جزءا كبيرا من اقتصاد مصر تلعب المرأة الفلاوحة دورا مهما في المجتمع الفلاحي في مصر، حيث تشارك في جميع جوانب لعمل الزراعي بجانب الرجال وتقوم المرأة الفلاحة بالعديد من المهام، مثل زراعة وحصاد المحاصيل والخضروات والفواكه، وتربية المواشي والدواجن، وإدارة المزارع ومن المهم أن نذكر أن هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة الفلاحة في مصر، مثل قلة فرص التعليم والتدريب، وقلة الدعم المادي للمزارع الصغيرة التي يديرها النساء ترجمة نانسي قنقر